أدنت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابية الذي استهدف الكلية العسكرية بحمصة في سوريا وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين وتقدمت مصر بصادق تعزيها ومواساتها إلى حكومة وشعب دولة سوريا الشقيقة وأسر الضحايا وجدد بيان الخارجية موقف مصر الراسخ والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين دعيا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل اجتساس الإرهاب من جذوره وتكثيف منابع دعمه وتمويله